الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله سائل من بجاية تقول هل يجوز لي أن أشترط على خطيبي عند العقد ألا يتزوج علي مرة أخرى وعلى ما خممتش عليه تشترط عليه ما يزنيش وتشترط عليه ما يكذبش وتشترط عليه ما يسرقش وتشترط عليه ما يتكيفش هذه محرمات إذن من باب الجواز يجوز نعم يجوز على لأن تعدد الزوجات ماشي واجب في الشريعة وتعدد الزوجات ماشي حرام في الشريعة وتعدد الزوجات ماشي مستحب وتعدد الزوجات ماشي مكرور وتعدد الزوجات مباح خلت الشريعة مباح لمن يحتاجه لمن يريده للأوضاع على البلد كل خلات الشريعة مفتوح لمن يحتاجه مادم أنه مباح يجوز لك أن تشترطي المباح أن تشترطي المباح مرأة تشترط على زوجها تقول له نزوجه بشرط ألا تنقلني من هذا البلد ما تديني تخليني أنا بنت بجايا نقعد فيه بجايا يجوز أن تشترط المباح أي مرأة تشترط على زوجها أن لا ما يدهش مكان معين و هذا كل مكان مباح يعني مكان مباح تشترط عليه يجوز أن تشترط المباح واحد الراجل قصة واقعية صارت قديما واحد الراجل كان يحب إمرأة ومسكين دار قعج وهدو بشي يتزوجها وهذه المرأة تحب اللحم يا ودي تموت على اللحم أما لا مسكينها وصلوا قدام القاضي قدام القاضي هي اشترطت هي اشترطت قتلوا أنا اشترط يوكني للحم أنا نحب الحم إذا يوكني للحم أنا قابلة الراجل مسكين يحب المرأة ومتيم بها ما لا قال للقاضي قدامها سألها قدام القاضي قالها ويا أمي قالها تحبي تأكل الحم من العيد العيد ولا من الجمعة للجمعة هي كي شافت من العيد العيد لا سقاها قتلوا لا لا من العيد العيد قتلوا لا لا قال له السيد القاضي أكسمعت كتب لهم فدالوا العقد كتب لهم في العقد الشرط انتحها أن تأكل اللحم العيد العيد ودال مرأة ورح فدالها حيلة يعني فيجوز عند العقد يجوز عند العقد أن يشترط الرجل المباح والمرأة شرط المباح هذا المرأة شرطت قتلوا يكني الحم هو سقساها قالها تحبي تأكل الحم من العيد العيد ولا من الجمعة للجمعة قتلوا لا لا من العيد العيد ما لا سجلوه لا في العقد إذن يجوز للرجل أن يشترط والمرأة أن تشترط يجوز المباح لا شيء عليك يا أختي إنسان يشترط أن يمثل إنسان يشترط على الزوجة عند العقد قال أنا إما مريضة تخدميها عند العقد إذا وافقت يجوز يجوز إما رأى عندها بابها مريض وهي اللي تقوم به لما يجي راجل يعقد عليها تشترط عند العقد تقولوا يا ودينا أنا عندي بابها مريض ما تمنعني سلوح نقيله وندويه ونقوم به ونجي للدار لا تمنعني يا جوز إما رأى تحب تقرأ في الجامعة لما جاي يعقد الرجل عند العقد أنا يقول قالت له أنا نشترط خليني نكمل قريتي قال نعم يا جوز فهمتوا كيفا إحنا يا الجزائر عليك صار مشاكل أغلب مشاكل الطلاق سببها العقد عند العقد كي يجو يعقدوا يحشموا من بعضهم بعض يقول له الديني بارك هي عندها عندها بزاف طالبات وشروط ما تقولهم لوش وهو عنده بزاف شروط ما يقولها لهاش يا والموهن بارك الديني الموهن بارك يتزوج كي يروحوا للدار بدوني شروط هي تبدأ تشترط أنا نخدم أنا نقرأ أنا نروح نزور يما وهو يبدأ يشترط تلبسي حجاب ودي آه وهذا الكلام يقول عند العقد عند العقد اشتريط وهي تشترط خلص إذا وقع العقد وعند الشرط وم بعدها ما ما يكون شاحن تكتشفوا حاجة أخرى عند الحياة احنا يا والو يجي يتزوج ما يجيب بارك الموهن بارك يكون عنده الضرهم سائل يقول أنا شاب أعيش في الغربة هل يجوز لي أن أشتغل في نقل الطعام مع العلم أني لا أعلم ماذا يوجد بداخله قد يكون خنزيرا وحراما وقد يكون حلالا كذلك هذا العمل يساعدني على إكمال دراسة في المعهد أولا يا سيدي أنت تقول في الغربة يعني في بلاد الكفر وهذا الطعام الذي تنقله كيف أركشك حلال ولا حرام يعني 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 كاي ليذبحوا يعني أكيد أكيد أنه جيفة ولا خنزير يعني حتى له كماشي خنزير أو بقري ولا غنمي ولا دجاج أو جيفة إلا إذا كان مطعم نباتي إذا كان مطعم نباتي خلاص الشراضة والسلق والفلي هذه قصة أخرى ولكن لا يجوز لك أن تعمل عملا وأن تتظن أنك تنقل الخنزير يقول عليه الصلاة والسلام ما حرم أكله حرم ثمنه أنت لمشكلة أنت أنك تدي أجر من وراء هذا العمل هامي تليفوني وللمطعم ونت توصل لماكنها والمطعم أنت تعلم كما قلت يقدر يطلب خنزير يقدر يطلب جيفة يقدر يطلب السلق والفليو والفليو بالبطاطا يعني هذه قام ممكنة وإن أنا أستبعد أنهم يأكلون الحلال لكن بما أنك على بالك بلي ممكنك تنقل حلال ولا حرم فما لك حرم ما لك حرم فعليك أن تتقي الشبهات وهذه عندي ليست شبهة هذه عندي ليست شبهة الشبهة عندنا في بلاد المسلمين كي يشبهة أما في بلاد الكفار باين مطعم يطيب بالحم حرم إذا تأكد عندك أنه يبيع الحلال ويتعامل مع اللحم الحلال اعمل ولذلك أنصحك يا ولدي أنصحك أن تبحث على عمل حلال وإن كان صعيب لكن إذا كان الصدق والنية والله سيسر الله لك رزقك فما ترش تخدم في هذا المطعم ابتعد عنه لا يجوز أن تعمله قال عليه الصلاة والسلام ما حرم أكله حرم ثمنه حرم ثمنه واحد عنده مخمارة ما يسكرش ولكن المال المال تعالى المخمارة وعيش به ويوكل مرتولاده هذا حرم عليه حرم عليه يحكي لي الشيخ بن خد رحمه الله بن خد رئيس الحكومة الأسبق الذي أعلن في التلفزة أمام الشعب أعلن توبته من النظام الاشتراكي وإذا تشفوا رحمه الله قال لي كانت واحد المخمارة قال لي قلت والله غير نحن ننصح مولاها ينصحوا شوف الرجال شوف ينصح راح له قال لي وكنت نقول بلك ما يسمع ليش قال لي طيب ويسمع قال لي يقول يا رضي حبيت ننصحك الخمر حار وانت إنسان مسلم بدل هذا المخمار قال لي صبت رجل طيب قال لي اسمع لي واش قال له قال له الله يرضى عليك وبرك الله فيك نصحت لي ولا تصبر علي غير قسم من كمل ستوك هكذا ولا تصبر قسم من كمل ستوك عنده مخزن قال لي بن خد قال لي حصلت لو كان بن خد يقول له ايه نصبر عليك ما انت الستوك هذك على ظهر الشيخ بن خد قال لي قال لي قل له أنا انصحتك ما خدش لك قال له لو كان تصبر علي حتين كمل الستوك لو كان يقول له ايه اني صبر ما انت وعطاله الشرعية او افتاله ما لا الشيخ حصل واش قال له قال له أنا انصحتك قال لي باقي نعس كان صادق يعني كان صادق شوفوا النصيحة غيرت مخمرة ولكم رح له وقالوا لله ينعلك يا كدوا يزيد الاخو يتفرعا ويدير القرون لكن كي رح له بالطيبة وبالكلمة الطيبة بالنصيحة النصيحة نعم يا سيدي انا استمع اليك السلام عليكم وعلكم السلام ورحمة الله وبركاته شير خيرا والله الحمد لله نعم الحمد لله الشيخ نعم يا سيدي عندي أختي الله يعرف ما توفت الله يوحمه يوسع عليها يا الله وين متى زيد في رمضان رمضان شهر يا رمضان مرة رمضان مرض مرض بسرطان الدم ايه اه وراحت البلجيكا الداوي زي ست عليها رمضان خلاف نصا مطوش نعم ما من رمضان ليزي بسي ما خلف التوش ايه اه وزود الحق عليها رمضان الدوز يمس ما طبيب قالها ما تصونش ايه اه وتوفت الله رحمة توفت عادي ولا بمرض الكورونا ولا وش لا مرض سرطان دم ماتت بسبب السرطان هذه اختك تعطى يوم القيامة اجر الشهيد هذه اختك شهيدة عند الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال شهداء امة سبع وذكر منهم امرأة ماتت بجمع بمعنى ماتت بسبب الولادة فاختك اختك اختك ماتت بسبب الولادة تخل لي ولدات وبعد الولادة مرضات وكان من نتائج ذلك المرض أن اصيبت بالسرطان وماتت اذا فاتت عليها رمضان لي فاز زيدت ما صامت وزاد فاتت عليها رمضان قال لها ما تصوموش انتما يجوز ان تصوموا عليها قال عليه الصلاة والسلام من مات وعليه الصيام صامع عنه وليه صامع عنه وليه اسمعني جيد من اين انت يا سيدي انا من فرجيوة فرجيوة ما شاء الله فرجيوة ما شاء الله اسمعني سلملي على الفلالي صديقي الفلالي في فرجيوة سلملي علي يبلغ يبلغ وأنت تعرفه نعرف فلالي كائن لا فهم الفلالي نعرفهم هذا قمة في الاخلاق والطربية يا سيدي اسمع شوف وش اولا يجوز واحد منكم يصوم عنها شهر كله ولا شهرين يجوز ويجوز ويجوز ايضا تتقسم الايام تتقسم الايام فهمتني يعني يعني نعجوز نعم كل يوم واحد يصوم عليها حتى تكملهم فاهمت هذا سيدي فاهمتك شيخ شكرا شكرا رحمة الله عليها يا سيدي يا الشيخ نعم سألك سؤال بسرعة لأنه يشار إلي إلى انتهاء الوقت عندي الوالدة عندي الوالدة الساعي مزالت الضرك تقول انت أخوتها اللي قتلوها حرام الله يا الله يا الله لعلها مريضة وعندها خيالات وهواجس ولا تقول هذا الكلام ماتت رحمة الله عليها وعن بيطلها أجر الشهيد شكرا يا شيخ تحكي مع الناس وتقول انساخوتها اللي قتلوها لا تقول هذا الكلام دعك من هذا الكلام أي محروقها ومسكينة ويتحصل في انساخوتها أنتم على بالكم لوالدت ومرضت وماتت 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 في بريطانيا ولا في الجزائر لا لا جبناها كي جبناها جبناها مرتاحة من بلديكا عام أرتحت عام ما عليها الحمد لله ومبعد زد الله وبركاته